السلام عليكم طلابي يعطيكم العافية اليوم بنرشح للصفة التاسع الدرسة الثانية اللي هو الاهتمام العالمي بالتراث في مادة التربية الوطنية بحكيلي في الكتاب تتعدد أوجه التراث بجزيئاته ويشكل بعدا وجوديا لأي مجتمع ويمثل خصوصية لكل المجتمعات يعني كل مجتمع عندي فيه له تراث خاص فيه بحكيلي بدأ الاهتمام بالتراث العالمي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ليش فكركم؟ لأنه عندي كثير من المواقع اتعرضت للخراب والتدمير عشان هيك ظهرت عندي منظمة اسمها منظمة اليونسكو هاي المنظمة تاب على الأمم المتحدة الهدف الأساسي لهاي المنظمة اللي هو المساهمة في إحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مختلف المجالات الثقافية والتربية والتعليم لحتى يسير في عندي إحلال الاحترام العالمي للعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية طبعا منظمة اليونسكو بتدعم العديد من المشاريع من بينها اتفاقيات التعاون العالمي للحفاظ على الحضارة العالمية والتراث الطبيعي بتهتم هاي المنظمة به الحضارات والتراث الطبيعي ثاني اتفاقية تسعى لتشجيع التعرف على التراث الثقافي والطبيعي والصيانته والحفاظ عليه طبعا كيف بتجسد هذا المسعى له تعرف على التراث الثقافي وطبيعته الصيانته والمحافظة عليه من خلال توقيها على عدة اتفاقيات اول اتفاقية اتفاقية عام 1957 التي تهدف لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة ثاني اتفاقية لهي حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي وقعت عام 1975 وثالث اتفاقية لهي اتفاقية حماية التراث غير المادي عام 2006 طبعا عندي في الاردن في مؤسسات بتحافظ وبتحمي عندي التراث منها دائرة الاثار العامة طبعا بتتعاون مع الجامعة الاردنية ومهد الاثار والانثربولوجيا في جامعة اليارموك لحتى يحموا عند التراث من خلال عمليات الترميم والصيانة وبث الوعي بين المواطني هلأ طلابي بدنا ننتقل لاهم المواقع الاردنية السياحية المدرجة على قائمة التراث العالمي اول موقع بدنا نحكي عنه اللي هو البترة بحكي لي تم اعتماد البترة كأحد مواقع التراث العالمي عام 1985 نظرا لما تحوي من مواقع اثرية متعددة يعني البترة مش بس صورة الخزنة اللي هي دائما في بالنا اللي احنا بنشوفها لا البترة مدينة كاملة متكاملة بناها الانباط اللي امتدت حضارتهم سبعة قرون من؟ ستمية قبل الميلاد لمية وستة ميلادي طبعا هي اهم المدن الاثرية في العالم وهي المقومة الاول في السياحة الاردنية طبعا البترة مش مدينة مبنية البترة مدينة منحوطة في الصخر الرملي الملون يعني كامل المدينة منحوطة في الصخر الرملي الملون طبعا البترة فازت بالمرتبة الثانية كإحدى عجائب الدنيا السبع في عام سبعة سبعة الفين وسبعة هلأ بنا نحكي عن تاني موقع اللي هو قصير عمرة بحكي لبلغ قصير أو يقع قصير عمرة في البادية الشرقية على بعد 75 كيلومتر شرق مدينة عمان أنشئ في عهد الخليفة الأمة والوليد بن عبد الملك ترجع أو ترجع شهرة هذا شهرة هذا القصر لوجود الصور والنقوش التي تضمن مشاهد مرحلة الصيد والحيوانات الوجدت في المنطقة في تلك الحقبة أو الحقبة أسفة ومنها الأسود والنمور والغزلان والنعم هلأ بدنا ننتقل أو قبل ما ننتقل بحكي لي تم اعتماده كأحد مواقع التراثي العالمي عام 85 بنية في القرن الأول الهجري في زمن الوليد بن عبد الملك واكتشفته بعثة علمية برئاسة لويس موزيل عام 1898 نيجي لأم الرصص تقع على بعد 30 كيلومتر جنوب شرق مادبة تم إدراجها على قائمة التراث عام 2004 ليش؟ لاستفائها عدة معين منها هي تحفى من العبقرية الخلاقة للإنسان نظرا للصفات الفنية والتقنية للفسيفساء الموجودة على أرض كنيسة القديس استفان ولأنها مثال كامل للأبراج العامودية وترتبط ارتباطا قويا بالرهبانية وانتشار التوحيد وبالإضافة إلى وجود الكنائس يوجد برج بيزنطي يرتفع بمقدار 15 متر وكان هذا البرج في ذلك الزمن ملاذا للنساك الباحثين عن التواحد بقصد العزلة والتعبد يعني اللي كان بده ينعزل عشان يتعبد كان يروح ويقيم في هذا البرج البيزنطي نيجي لمنطقة جميلة جدا عنا في الأردن وهي منطقة جنوب الأردن هي وادي رم وادي رم منطقة سياحية تقع على بعد 70 كيلومتر شمالي مدينة العقبة وتوجد فيها نقوش عربية قديمة تشكل بدايات الخط العربي ومن المناظر الطبيعية المتنوعة التي يتكون منها وادي رم مجموعة من الممرات الضيقة وأقواص طبيعية ومن حدرات شاهقة وانهيارات أرضية ضخمة وكهوف ويوجد في الموقع أيضا نقوش وبقايا أثري قديمة تؤرخ وجود الإنسان وتفاعله مع البيئة الطبيعية ولهذا السبب أدرج في قائمة التراث العالمي عام 2011 لأن موقع بختلط بين الطبيعة والثقافة آخر موقع راح نحكي عنه اللي هو موقع المعمودية المغطس طبعا المغطس بقى على بعد 9 كيلومترات شمالي البحر الميات يضم منطقتين أثريتين رئيسيتين هما تل الخرار ومنطقة كنائس يحنى المعمدان قرب نهر الأردن وهو الموقع الذي عمد فيه سيد المسيح على يد يحنى المعمدان طبعا واعتمد موقع للحج المسيحي بتميز المغطس بأثار تعضل العصور الرومانية والبيزنطية مثل الكنائس والمعابض الصغيرة والأديرة والكهوف التي كانت تستخدم ملاجئ للنساك فضلا عن البرك المياه المخصصة للتعميد مما يدل على الأهمية الدينية لهذا المكان حيث أصبح يمثل مقصدا للحجاج المسيحيين وادرج على قائمة التراث العالمي عام 2015 باسم موقع المعمودية طبعا هيك بيكون انتهى درسنا لازم تحلوا جميع الأسئلة يا شباب وصبايا ويعطيكم ألف عافية